إن لم تستحي فاصنع ما شئت عبارة تنطبق وبشكل كامل على آخر رسائل الإجرام الحوثي الذي حاول النيل من قبلة المسلمين ومركز أفئدتهم حيث أثار الاستهداف الحوثي لمكة بحر غضب وتنديد واستنكار عارم تلاطمت أمواجه من شرق الأرض إلى مغربها أمواج لم تكن تركيا وشعبها الموله بمقدسات المسلمين بمنأ عنها وزارة الخارجية التركية دانت وبشدة استهداف المنطقة الحرام بصاروخ سكود صاروخ حاولت ميليشيات صالح شق عصى المسلمين فيه كما أعربت الحكومة التركية عن امتنانها وغبطتها لتمكن المنظومة الدفاعية السعودية من التصدي للصاروخ الباليستي وتدميره بيان رسمي أصدرته تركيا أعربت من خلاله عن شكرها للمملكة العربية السعودية على القيام بمهامها وصونها لمقدسات المسلمين طبعا نشكر للمملكة العربية السعودية لمحافظتها هذه الأماكن المقدسة وأنا أعتقد هؤلاء المجانين الذين حاولوا هذه المحاولة أنهم يريدون أن يزرعوا الرعب والخوف والتوتر في قلوب المسلمين الذين يزورون هذه الأماكن المقدسة دفاعات المملكة الجوية فجرت الصاروخ الحوثي وفجرت معه حملة من التغريدات التي طالت مواقع التواصل الاجتماعي التركية وشملت العديد من الشخصيات الدينية والمدنية الهامة كما تناولت الصحف التركية وعلى رأسها صحيفة خبر وحرية ويني شفق خبر الاستهداف بإدانة وامتعاض شديدين محاولة حوثية بائسة حاولت استهداف قبلة المسلمين وبيتهم الحرام ناسية أو متناسية أن لذاك البيت رب يحميه للقناة الإخبارية علي تباب إسطنبول